السلام عليكم النهاردة هنعمل عجينة البتزا بمئدير مضبوطة جدا المئدير دي عجينة البتزا بتكون فيها مضبوطة جدا العجينة بتبقى نعمة وقطنية جدا جدا وما فيش اصبط من المئدير دي انا جربت مئدير كتير اعملها بيها احسن مئدير العجينة البتزا تعملت بيها هي المئدير دي شايفين العجينة نعمة ازاي وطارية جدا وكمان ما بتلزقش في الايد المئدير دي بتكفي صنيتين كبار بيزا اول حاجة هنجيب الحاجة اللي هناجن فيها ونحط فيها خمس كبايات دي الدي ده هو الديق الابيض المتعدد الاستعمالات بتاع الكحك بتاع البسكويت وبرضو بتاع المعجنات والكباية اللي هنستخدمها في الدقيق لازم نستخدمها كمان في المكونات التانية ويفضل اننا ننخل الدقيق قبل الاستعمال دلوقتي انا هضيف بقى المكونات الجفة هستخدم معلقة صغيرة بالشكل ده هضيف على الديق معلقتين سكر صغيرين وربع معلقة ملح او رشة ملح وكمان هضيف نص معلقة صغيرة بيكنج بودر وكيس خميرة فورية كيس الخميرة الفورية ده بيكون 10 جرام ولو هتستخدم الخميرة العجينة تحط منها قطعة قد نص اللمونة كده دلوقتي هقلب المكونات دي كلها مع بعضها بمعلقة بالشكل ده بعد كده هضيف المكونات السيلة هستخدم نفس الكباية اللي استخدمتها في الدقيق هحط منها كباية ونص مية دافية المية يدوب دافية وكمان بنفس الكباية هضيف على المكونات دي نص كباية زيت طعوم بعد كده أقلب المكونات دي بمعلقة بالشكل ده بعد كده أبدأ في العجن بإيدي لإما أعجنها بإيدي لإما أعجنها بالعجانة لو عجننا العجنة دي بإيدينا بنفضل نعجن فيها أقل حاجة خالص 10 دقيق أنا هنا استخدمت العجان في العجن هفضل أعجن في العجنة يعني المدة اللي هعجنها فيها حوالي 5 دقيق بالعجان هفضل أعجن في العجنة لحد ما العجنة تفصل كده من جوانب الحلة وتكون نظيفة بالشكل ده كده أنا خلصت شايفين العجنة فصلت من جوانب الحلة كده بالشكل ده وكمان لو حطينت صوباع عليها كده ما بتلزقش خالص كإني حطه على إيدي زيت شايفين ما بتلزقش في إيدي خالص بالشكل ده هي كده العجنة نجحة 100% بعد جدا هجيب طبق أو بولا وهدهنه دهنت زيت بالشكل ده هدهنه كله في جوانبه من تحت بالشكل ده دلوقتي هنقل العجنة من الإناء اللي عجنت فيه للبولا أو للطبق اللي ده هنته زيت شايفين العجنة بطلعها بسهولة جدا مش لزق خالص ولا سايب أي بواق خالص ودي العجنة شايفين نعمة جدا إزاي نعمة جدا ومبتلزقش في إيدي خالص هعملها على شكل كورة بعد كده أحطها في الطبق اللي دهنته بالزيت بعد كده هحط شوية زيت فوق العجنة بالشكل ده وبفرشة أدهنها كده من كل الجوانب وممكن أدهن بإيدي عادي خالص بعد كده بكيس ستريتش أغطي الإناء ده أغطي الطبق ده كويس عشان العجنة ما يدخلهاش أي هوا وممكن أغطيه بفوطة وكمان ممكن أغطيه بغطى حلة عادي خالص لو ما عنديش الأكياس دي دلوقتي هسيبي العجنة تخمر لمدة ساعة أنا سخنت الفرن حوالي خمس دقايق بعد كده دخلت العجنة تخمر فيه طبعا بعد ما طفيته وده شكل العجنة بعد ما خمرت شايفين العجنة ترفعت ازاي شكل العجنة يعني بالنظر كده شكلها يقول إن هي العجنة نجحة جدا جدا دلوقتي هشيل الكيس من عليها بالشكل ده شايفين ارتفاع العجنة العجنة حلوة قوي ملمسها جميل جدا كطنية جدا جدا وعلى قد ما هي طريع على قد ما هي ما بتلزهش في الإيد خالص دلوقتي هفرغ من العجنة الهوى بالشكل ده لازم نفرغ منها الهوى قبل الاستخدام شايفين المطة بتاعة العجنة ونعمية العجنة عجنة نجحة جدا جدا تنفع على البزات وكمان كل أنواع المعجنات العجنة دي عملت معي بزتين كبار بقسم العجنة نصين وكل نص بكوره وحطه في الصينية اللي هيتفرد فيها بعد كده بفرد العجنة في الصينيتين في وقت واحد يعني افرد دي شوية ودي شوية وارجع للأولانية افردها شوية بعد كده افرد التانية شوية لحد ما تتفرد خالص بالشكل ده عاوزاكوا بقى تجربوا عجنة البزة والمعجنات بالطريقة دي وبالمكونات دي أنا واسقة ان هي هتنجح معاك ومش هتفشل معاكو خالص اللي جربها ياريت يقولي في التعليقات اذا كانت نجحت معي ولا لأ والسلام عليكم